دي كينغ طالبة في السنوي وهي في طريقها للمدرسة وباباها بيوصلها الأب حريص على توصلها كل يوم لكن في اليوم ده قررت بعد ما تدخل قدامه تهرب من على صور المدرسة ده بالم زملها في المدرسة واللي كان في انتظارها البنت عندها مهمة عايزة تعملها وهي مرأبة باباها وده لما لحظت ان تصرفات باباها غريبة كانت حاسة انه بيخل ما ميتها وفعلا الأب راح على المطار البنت أكبرت بالم انهم ما يركبوا الطيورة علشان تمشي ورى باباها وتشوفه هيروح فين بالم رغم انه هو معترض لكن مش قادر يسيبها لوحدها فضلوا ماشيين ورى باباها لغاية ما هو تأكد ان باباها بيخل ما ميتها حاول يفاهمها بهدوء وطلب منها يرجعوا على البلد وهم في الطيارة كان بيحاول يوسيها قال لها ان ساعات طلاق الأم والأب بيكون أحسن ليهم لان هم الاتنين ببيكونوش قادرين يسعيدوا بعض قالت له انها كانت فاكرة انه بيحبها هي ومميتها جدا بس دلوقتي مش متأكدة قال لها انا مش عارف اذا كان بيحبك ولا لا لكن انا متأكد منه ان انا بحبك وان انا حفضل جنبك على طول البنت حضرته وقالته حسألك سؤال لما قلت ان انت بتحبني كان اي نوع من الحب قال لها ان هو بيحبها فعلا وهي صادقته الوحيدة واللي بيقدر يقولها على كل حاجة قال لها ان الصداقة اللي بينا مش هتخلينا نكون في قلق ولا نكره بعض ولا حيكون فيه بينا مشاكل ولا اخناء ولا غيرة وقال لها كمان ان اهم حاجة للاصدقاء ما بينفصلوش ابدا كانت محبطة جدا وهي بتسمعه كانت مستنية رد تاني كانت مستنية ان هي تعرف ان هي حبيبته بعدت عنه شوية لكن رجعت له تاني رجعت له لما بقت مرتبطة بالما لما عرف انها صاحبة كان اسوأ خبر سماه في حياته وكان بيتمنى يعبر عن غضبه ويدرو صاحبه لكن مسك نفسه بالما بعد عشر سنين كان في فرح معاها وكان بيحكي حكايته لثلاث شباب واللي هم زيه بالزبط ليهم صديقات ومش قادرين يقول لهم ان هم ما بيحبوهم حايفين لحسا يخسروهم للأبد الشباب دول مسامين نفسهم خانة الصديق واللي بيبقى اكتر شخص مقرب من البنت لكن كصديق مش حبيب الشخص اللي بيكون جنبها لكن مخاب يحبه جوه قلبه الشباب مش مصدقين ان عشر سنين جنبها ولسه ما قالهاش ان هو بيحبها الحقيقة ان العشر سنين اللي فاته كان بيحاول بالم يدخل في علاقات كتير لكن قلبه كان مع صديقته علشان كده كل علاقة بيدخلها كانت بتفشل البنت هي كمان كان بتدخل في علاقات وهو بيكون جنبها خاصة لحظة انفصالها عن حبيبها واللي كان حريص ان هو يدحكها دايما وده علشان تعدي ازمتها واللي غالبا بتبقى بسبب خيانة حبيبها الخيانة اللي هي اكتر حاجة بتكرهها في حياتها بعد ما تخانت كتير قررت ما تدخلش في اي علاقة تانية وكان بالم اكتر واحد سعيد بالقرار ده انها ما تدخلش في اي علاقة جديدة لكن بعد فترة غيرت رأيها وطرفت على تاد عازف موسيقى وهي مديرة اعماله بالم كان بيراقب بداية علاقتهم وكالعادة بيتمنى يجي معاليه بس طبعا ما عملش كده وهي على المسرح بتغني معاه وقعت من على المسرح ولما جات الاسعاف كان مفروض واحد بس يدخل معاها كان بالم شايف ان هو اولى يكون جنبها لكن هي اختارت تاد واللي بقى حبيبها بعد كده بالم رغم ان هو دخل في علاقة جديدة لكن بيكون ضعيف قدام طلبتها وبيسيب كل الدنيا ويروح لها وده لما بتطلبه لانه صديق كلمته لانها شك انها حامل من حبيبها بيحاول ما يبينش قلقه لكن هو كمان كان قلقان اكتر منها ولما عرف انها مش حامل كانت فرحته اكبر منها كان مرتاح وسعيد لانه يعتقد ان العلاقة دي هتنتهي زي بقية العلاقات اللي هي دخلت فيها وفعلا بعد فترة بدأت تشك ان حبيبها بيخونها بقى بيته علشان تتأكد اذا كان بيخونها ولا لا وبالم دايما بيساعدها هو واقب جنبها حتى انه حريص انه يضحكها طول الوقت عشان ما تزعلش ابدا الحقيقة انه عمره ما فشل في كده لانه بعد تسع سنين من الصداقة بينهم عرفها كويس قوي بقى عارف ايه اللي بيحزنها وايه اللي بيساعدها وهي مع حبيبها كان بيحضر شنطته علشان مسافر لكن لقت حاجات في شنطته وتأكدت انه هو بيخونها في نفس الوقت صديقة بالم طلبت منه انه هو يسافر معاه لكن هو رفض قالها انه هو مش مستعد للصفر دلوقتي وانه هو محتاج يروح البيت ويستريح زعلت منه ومشي تثبته كانت كينج في نفس الوقت في المطور بتجهز نفسها علشان تروح رحلة ورا حبيبها علشان ترقبه شافها بالم واتصل بيها قالت له انها في البيت قالها نواقف قدام البيت بصي وراكي كانت بتجدب عليها علشان ما يمنعهاش من الصفر لكن هي مصرة انها تروح ورا حبيبها وطرف زا كان بيخونها ولا لا قالت لبالم ما تقلقش علي وودعته ومشيت بالم ما قدرش يسيبها لوحدها وحجز معاها في نفس الرحلة اتفاجئت بيه في الطيارة هو اكتر شخص بدنياها ما بيستحملش انها تكون وحيدة لما وصله كانت بترقب حبيبها واللي مرجعش على الفندق زي ما قالها عرفت انه هو اكيد بيخونها وخاصة انه ما بيردش على تليفونتها بالم بيحاول يخفف عنها قال لها اكيد في الحمام ومش سمع تليفونك لكن هي خلاص كانت متأكدة انها بتتخان وكانت حزينة جدا حس انها غلطت انها رأبته وما كانش مفروض تعرف انه هو بيخونها لانها سعيدة معاها وبتحبه وكان احسن لها انها ما تعرفش حاجة وهم في الطريق اتعلقت في اعلان عالي كان بالم هيتجنن عليها عمل كل حاجة عشان يلحقها وما تقعش قرب منها علشان يمسكها قال لها انه هو جنبها وهيبدل جنبها على طول قال لها كمان ان انت عمرك ما حتكوني وحيدة وانا موجود بصت عليه وترمت في حضنه هو الامان بالنسبة لها فعلا ولانه كان عنده شغل اخدها معاه في رحلته لانه مش عايزة تكون له وحدها ولا دقيقة لما وصله طلب منها تروح الفندق وهو هيحصلها بعد يوم وكان حريص يطلب منها تاكل كويس وما تهملش في صحتها لما خلص شغله راح لها كانت حالتها صعبة جدا ومستسلمة ما طلعتش من القوضة طول ما هي لوحدها حزينة وطبعا بتاكل كتير نضف لها وشها من العيوت اخدها وفسحها في البلد وهم بيصلوا كان بيدي ربنا انها تبدل جنبه على طول وهم في جولة في الغيبة عايزة تدخل الحمام هي بتتعامل معاه اكتر من الاخوات طلبت منه مناديل ما كانش معاه وبعد التفكير دقايق ادهها التيشيرت بتاعه بتبصله مش مصدق انه عمل كده رجعه وهو مش لابس حاجة رجع من غير التيشيرت الحقيقة انه هو ممكن يضحي باي حاجة علشان رحيطها كان بيبصلها وبيتمنى تفوق عايزة تحس بحبه هي طلبت منه جيب مشروب ويلحقها على القوضة ولما وصل حاولت تتقرب منه لكن ما قدرتش قالت له ان حبيبها ازاي يخنها وهي مش قادرة تعمل كده ما كانش مسدق انها لعبت بمشاعره كده وده علشان تخن حبيبها زي مخانها خلاص زهق واعترف لها انه عشرة سنين بيحبها وانها عمرها ما كانت صديقته قال لها كده كفاية خلاص حابعد عنك قالت له انها ما تقدرش تبعد عنه وحاس انها كمان عندها مشاعر نحيته لكن هو قال لها انه هو مش هيقرب منها غير لما تنهي علاقتها بحبيبها راحت فعلا لتد ووجهته سألته لو كان خانها هو ما انقرش خيانته فعلا حبيبها خانها واعتذر لها انه اضعف قدام واحدة قال لها انه هو بيحبها ومش عايز يخسرها كينك راحت لبالم وقالت له انها هتدي فرصة تانية لحبيبها وانه هو اعتذر لها وهي سامحته كان مصدوم جدا مش مصدق انها قبلت الخيانة وده الشيء اللي بتكرهه طول عمرها وانها كده اكيد بتحبه علشان تسامحه قرر يبعد عنها خالص حتى مكالمتها مبقاش يرد عليها رفضوا انهم يكونوا اصدقاء طبعا رغم كده مش قادر ينسيها بيشوفوا شاف كل بنت يقبلها حتى هي رغم النعمة على حبيبها لكن مش قادرة تنسيه مش قادرة تنسى كل لحظاتها معي وقديه هو ويعرفها الوحيد اللي ما بيحبش يشوفها حزينة ابدا عايزها سعيدة على طول عايزها سعيدة حتى لو على حساب رحته عرفت قديه هي خسرت وانها في علاقة غلط وانها ثابت الانسان الوحيد اللي بتكون مرتاحة معي رحت له هو بيتضرب ولما شافها افتكر نفسه بيتهيأله زي كل مرة لكن هي قربت منه وتفاجئ انها حقيقة مش خيال قالت له انها ثابت تد سألها خانك تاني قالت له لأ انا عايز اشوف كل حاجة حلوة معاك وقف وكان مصدوب من كلامها قالت له حسألك سؤال لو انا وانت ما ينفعش نكون اصدقاء تاني ممكن نتجوز قال لها مش سامع عادت طلب الجواز مرة تانية وبصوت اعلى ما كانش مسدق عشر سنين من الصداقة وهو مستني اللحظة دي اخيرا بقت حقيقة الشباب اللي كان بيحكي لهم لما سمعوا النهاية عيطهم من الفرح هم كمان كده عندهم امل وان الصداقة اللي بينهم وبين حبابتهم تتحول لحب في يوم الايام قربت منه وسألته ايه اللي بيحصل وايه اللي بتتباها بيق قدام الشباب قال لها ان هو بيشجحهم وبيقول لهم ان فيه امل علشان يقدروا يكملوا ويستحملوا اصعب فترة في حياتهم بعد ثواني اكتشف ان خاتم الجواز وقع من ايديها كل الموجودين في الفرح كانوا بيدوروا معاهم لكن بالم هو اللي لقاه ولانهم اتجوزوا وما طلبش منها الجواز ويف قدامها وطلب ايدي زوجته للجواز وسط كل الناس كانت مكسوفة جدا بس سعيدة هو كمان اخيرا ما بقاش في خانة الاصدقاء وقدر يجتمع بحبيبته حتى لو استنى عشر سنين